بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خير يا شيخ على استقبالك لنا وعلى هذا المجلس المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان جمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام ويستفتح النقى أبو عبيدة بإذن الله تعالى المجلس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نحن اليوم في بيت شيخنا عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الذي استقبلنا في بيته حفظه الله ونريد أن ندردش مع الشيخ عن حياته نريد طلبة العلم أن يعرف من هو الشيخ عبد الرحمن ابن عوف الكوني يقدم الشيخ عبد الرحمن حفظه الله يعرفنا بالشيخ عبد الرحمن مولده نشأته طلبه للعلم قدومه إلى المملكة في أشياء بسيطة في إلماحات حفظه الله شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم أما الإسم الذي سمى لي به الوالد رحمه الله فهو ابن عوف ابن عوف بإضافة ابن إلى عوف فهذا اسم علم مركب تركيب إضافة نعم هذا ويقصد الوالد بهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن لأن هذا الصحابي كان اسم والده عوفا فهو عبد الرحمن بن عوف الزهري القراشي الصحابي نعم فالوالد هكذا استماني به يريد عبد الرحمن بن عوف يريد عبد الرحمن بن عوف نعم ولذلك ابن عوف هذا الموجود في الأوراق الرسمية نعم ابن عوف مكتوب هكذا ابن عوف ابن عوف هو عالم صحيح نعم والآن إحنا أضافنا عبد الرحمن بن عوف نعم هذا كأنه إضافة عبد الرحمن لا مانع منه لأنه هو المقصود بابن عوف نعم نعم هو المقصود بابن عوف من الوالد ماشاء الله فنقول يعني إسمك الآن عبد الرحمن بن عوف هذا اسمك أي و αλλά وليس اسمك اسم الوالد نعم اسمك عبد الرحمن بن عوف ثم اسم الوالد شيخنا اسم الوالد نعم عمر عمر ولذلك تجد في الأوراق الرسمية نعم ابن عوف عمر كوني 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 ماが يقالها اسمهم اللقب للئب نعم نعم يعني حسب العادة هناك اللقب للقبيلة اسم اللقب للقبيلة نعم فكوني عبارة عن ذلك ومعنى شيخ؟ معنى إيش؟ كوني كوني هذا باللغة المحلية هنا نعم صاحب القوة الله أكبر يطلق هكذا نعم يقول لهم أقويا وكذا هكذا يقوله نعم سبحانه هذا من معانيه أو يستعمل لهذا المعنى نعم طيب هذا الاسم هذا الاسم دقيقة واحدة